بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تركنا وما من شيء يقربنا إلى الله يقربنا إلى الجنة يبعدنا عن النار إلا وأمرنا به وما من شيء يبعدنا عن الله يبعدنا عن الجنة يقربنا إلى النار إلا ونهانا عنه أمرنا بكل ما فيه خير في الدنيا والآخرة ونهانا عن كل ما فيه شر في الآجل والعاجل ومما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ندعو على أنفسنا ولا على أموالنا ولا على أولادنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في الحديث الصحيح لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم في هذا الحديث الشريف يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نقول التي هي أحسن وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الإنسان العاقل لا يتلفظ إلا بكل خير وينتهي عن كل ما فيه شر أما الدعاء على النفس فقد ورد فيه تحذير مخصوص بالإضافة إلى هذا الحديث فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه وإن كان لا محالة فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي وعلمنا صلى الله عليه وآله وسلم أيضا بفعله وتوجيهاته فقد ذهب يعود أحد الصحابة وهو مريض فذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له طهور أي شفاء إن شاء الله ستأخذ من الأجر وستنال بعد ذلك العافية فرد هذا الشيخ الكبير وقال بل حمى تفور على شيخ كبير تورده القبور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي كذلك فمات هذا الصحابي يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نقول التي هي أحسن وكما نعبر نحن المصريون ونقول إن الملافظ سعد فالإنسان لا يتلفظ إلا بالخير وقد قال الشاعر احذر لسانك أن تقول فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطقي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر مع بعض الصحابة فإذا بأحد الصحابة يعني يتضايق من البعير الذي يركبه فلعن هذا البعير قام الصحابي بلعن البعير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل من على هذا البعير لا تصحبنا بملعون هكذا صلى الله عليه وسلم يعلمنا والبعير من الأموال فلا ندعو على أموالنا وكذلك ما يحدث في حياتنا اليومية في بعض الأحيان تتعطل المركبة فإذا بالرجل ينزل من المركبة ويقول بألفاظ لا تليق على المركبة فإذا بها تتعطل ولا تنفرج لأن اللسان ينبغي أن يحرص على قول الشيء الطيب والشيء الحسن أما الدعاء على الأولاد فلأن دعوة الوالد والوالدة مقبولة لا ترد ولا ينبغي بحال من الأحوال أن ندعو على أبنائنا وإنما ندعو لهم وإنما ندعو لهم بكل خير ندعو لهم بكل ثبات ندعو لهم بالهداية ندعو لهم بالنجاح والفلاح وإن أردنا أن نعنف أحدا من الأبناء كما يحدث في وقت الغضب فينبغي علينا أن نحرص أن نستخدم ألفاظ يسيرة وليست في مقام الدعاء لأن الدعاء قد يصادف أن تكون أبواب السماء مفتوحة فيستجيب الله تبارك وتعالى ثم نعود بعد ذلك فنندم ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا إن الدعاء على النفس أو على الأولاد أو على الأموال من الاعتداء في الدعاء ورب العزة سبحانه وتعالى يحذرنا من ذلك ادعو ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا القول الحسن والعمل الحسن وأن يحصن لنا الخاتمة يا أرحم الراحمين اللهم أقمنا بالحق وأقم الحق بنا ووفقنا إلى ما تحب وترضى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين